ينطلق قطار إعادة إعمار أوكرانيا رسميا اليوم من مدينة لوغانوس سويسرية رغم استمرار العمليات العسكرية الروسية فما الذي سيتضمنه المؤتمر من المتوقع أن يستمر المؤتمر يومين يشارك فيه قادة عشرات الدول والمنظمات الدولية إلى جانب الحكومة الأوكرانية بهدف وضع خريطة طريق لإعادة الإعمار وستقدم كيف في المؤتمر خطتها لإعادة الإعمار من خلال تحديد قائمة واسعة من مشاريع البنية التحتية والأمني والاستثمارات في المناخ والاقتصادي الرقمي وتنويع موارد الطاقة إضافة إلى إعادة هيكلة الديون وستخضع هذه الخطة للتدقيق والمراقبة من حكومات الاتحاد الأوروبي التي لديها تحفظات على محاربة الفساد والشفافية في أوكرانيا كما يساهم الاتحاد بالجزء الأكبر من المساعدة المالية الإجمالية تتصدر بريطانيا المشهد من خلال خطة دعم واسعة لمساعدة أوكرانيا على المدى القصير عبر المساعدات الإنسانية وعلى المدى الطويل لإعادة إطلاق الاقتصاد الأوكراني من خلال توفير الخبرات المالية والاقتصادية البريطانية ستدعم لندن تحديد أن إعادة أعمار العاصمة كييف وتعتزم العمل مع الحكومة الأوكرانية وباقي الحلفاء على تنظيم مؤتمر تعافي أوكرانيا عام 2023 مطلع مايو الماضي قدر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شاميكال كل فتاة إدعادة الإعمار بنحو 600 مليار دولار لكن بنك الاستثمار الأوروبي رجح أن تحتاج أوكرانيا لأكثر من تريليون دولار من المساعدات الخارجية لإصلاح الأضرار فما الذي سيتمكن مؤتمر سويسرا من تحقيقه وسط تأكيد الرئيس الأوكراني فلديمير زلنسكي أن خطة لوغانو ستكون مسودة أولى لأن الجهد سيكون صعبا سيكون صعبا